استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم بمقار قامتي في العاصمة التايلندية بانكوك جلالة الملك لتسي الثالث ملكة مملكة ليستو الصديقة حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الخارجية الأفريقية في مختلف المجالات وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجلالة الملك مملكة ليستو الصديقة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهن البلاد المفادة حفظه الله ورعا وتمنيات دلالته لدولة الصديقة بإطراض التقدم وكد سمو حرصة مملكة البحرين على تطوير علاقات التعاون مع الدول القارة الأفريقية في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشركات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على الجانبين ونوه سمو إلى ما تشكله الدول الفريقية من أهمية في الحركة الاقتصادية وتجارية العالمية في ظل ما تمتلكه من مقاومات طبيعية عديدة مشيرا سمو إلى أهمية تبني برامج متنوعة للتعاون تسهم في توسيع سبل الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بما يلبي المصالح المشتركة وشدد سمو على أن مستقبل التعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية التي ترتكز على الرغبة المتبادلة والحرص على بناء نموذج متطور للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعرب سموه عن تمانياته لمملكة لستو وشعبه الصديق مزيدا من الرفعة والازدهار من جانب عرب جلالة الملك لتسي الثالث عن سعادته بما تشهده العلاقات الإفريقية الخليجية من تطور ونماء مشيدا بالنهضة الحضرية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى القطاعات في ظل قيادتها الحكيمة متمنيا لمملكة البحرين وأشعبها استمرار التقدم والتطور ترجمة نانسي قنقر